وضعت الدولة خارطة طريق تمضي من خلالها في مسارات متوازية للتعامل مع التحديات المناخية خاصة فيما يتعلق بالتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر نتابع في ظل تساعد وطيرة التحديات المناخية وتهديدها للوضع البيئي العالمي وتأثرها على جدوى خطط التنمية وضعت الدولة خارطة طريق تمضي من خلالها في مسارات متوازية للتعامل مع تلك التحديات خاصة فيما يتعلق بالتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر وتهدف استراتيجية الطاقة المستدامة لعام 2035 إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية بمصر حيث من المقرر أن يصل إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة إلى 42% عام 2035 مقارنة بعشرين بالمئة عام 2022 وفي هذا الإطار زادت الطاقة المؤلدة من مصادر الطاقة المتجددة بنحو سبعة أضعاف منذ عام 2014-2015 ففيما يتعلق بمشروعات طاقة الرياح تبلغ طاقة المشروعات المنفذة نحو 1635 ميجاوات في عدة مناطق منها جبل الزيت، الزعفرانة ورأس غارب وفيما يتعلق بمشروعات الطاقة الشمسية بلغت طاقة المشروعات المنفذة نحو 1756 ميجاوات في مجمع بنبان والكريمات وفوق أسطح المنازل كل تلك الجهود صعدت بمصر في التصنيفات الدولية بشأن تنمية مصادر الطاقة المتجددة حيث صنفت بريتيش بيتروليوم مصر الأولى عربياً في توليد الطاقة المتجددة عام 2021 فيما أكدت وكالة فيتش أن مصر ستكون واحدة من أسرع أسواق الطاقة المتجددة غير الكهرمائية نمواً بالمنطقة على مدار العشر سنوات المقبلة بدوره أشاد البنك الدولي باتخاذ مصر خطوات لتسريع الانتقال إلى نموذج تنموي شامل مراعاً للبيئة وأكثر استدامة، مشيراً إلى أن ذلك يحسن جودة الحياة للمصريين وفي الوقت ذاته التمتع بحياة صحية منتجة